استنكر الشعب القطري قيام الجهات الرسمية المعنية ببطولة كأس العالم باستماح للمثليين بممارسة حريتهم في الدوحة وتأتي هذه القرارات في الوقت الذي يدين فيه العالم العربي والإسلامي الحملات الترويجية الهادفة لنشر هذه الآفة في الوقت الذي تستنكر المجتمعات العربية الإسلامية المحافظة الظواهر الدخيلة المنافية للفطرة الإنسانية والمنهج القويم ها هي الدوحة تستعد لتطبيع الأوضاع مع تلك الظواهر والتي يرفضها الشعب القطري بجميع أشكالها ولا بيحصل حري لا تعبير ولا حقوق إنسان يمكن حقوق الشواد يمكن للحكومة الحين تخب مع وجيه حتى الخاطر أمس ويدي اللي يطرشوا ليصوار الخاطر يومه يرخص بيّن أنا شفت بيّن مرتبك الرجال الخاطر شكله وده يقول لا وده يقول إيه دال لحد يزعل عليه فنشونه ولا خسر وظيفته انحطاط أخلاقي تهدف الدوحة من خلاله لكسب أهواء دعاة الرذيلة وهو ما يؤكده الموقف الرسمي اليوم بعد حزمة من المقدمات اللارسمية والتي عبدت الطريقة لهذه الظواهر هل بإمكان المثليين القدوم إلى قطر ومارسة حريتهم بأمان؟ نعم بإمكانهم أن يحضروا ويعلنوا ذلك الاستياء الشعبي القطري ليس وليد اليوم لكنه تفجر بعد صدور هذا التصريح على لسان ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لبطولة مونديال 2022 وهو ما دفع القطريين للتعبير عن رفضهم لهذا النهج الخارج عن عادات وقيم المجتمع الخليجي المحافظ والذي لا يقبل مقايضة رضا الغير مقابل الانزلاق نحو نفق الانحطاط البغيض والخروج عن الفطرة الإنسانية السليمة ولن يقف الأمر عند هذا الحد فما هذه إلا مؤشرات تؤكد سعيا قطريا جديا نحو توفير الحماية الخاصة وإزاحة كل العرقي لأمام هذه الفئة الدخيلة وهو ما يشكل حرجا للشعب القطري أمام محيطه العربي والإسلامي الرافض لهذه السلوكيات وهو الأمر الذي خلق حالة من التذمر المشروع ضد الإجراءات الحكومية المتخذة في القضاء على أشكال التمييز ضد تلك الفئة في حين ترسخ التمييز بين أبناء الشعب القطري ترجمة نانسي قنقر